بسم الله الرحمن الرحيم لكل عشاء الكورة في كل الدنيا كل من ديال وانتم بخير بعد طول انتظار وترقب وشوء أكتر من أربع سنين وخمس شهور هيكون معدنا بكرة بإذن الله مع انطلاق مباريات كأس العالم النسخة رقم 22 البطولة دي يا باشا انت وهو هتكون فريدة ومختلفة عن 21 بطولة فاتوا اتلعبوا عبر 92 سنة واحد عمال يقول لي مختلفة وفريدة في ايه ساعتك يعني اقول لك يا باشا تعال يا عمنا وانا احكي لك يعني اولا فريدة في المكان لانها الاول مرة بتقام على ارض عربية دولة عربية او شرقا اوسطية وهي دولة قطر كمان فريدة في التوقيت لاول مرة بتتلعب في الشتاء وفي شهر نوفمبر وديسمبر بعد ما كانت دايما بتقام في شهور الصيف وبذكر قطر الدولة العربية الخليجية صغيرة الحجم اه لكن كبيرة الامكانيات كبيرة التعطش والنهم انها تستضيف فعالية كبرى هتكون ايه اصغر دولة تستضيف من المونديا في اتنين ديسمبر سنة عشرين عشرة تفوق ملف قطر على ملفات دول كبيرة جدا زي امريكا اليابان كوريا الجنوبية استراليا انجلترا من يومها وهي بتواجه سيل من التشكيك ومن الاتهمات هي ليه خدت تنظيم البطولة هما الحقيقة قبلوا ده بالكتير من الجهد ومن العرق ومن العمل في المنشآت في البنية التحتية لحد بقت مرشحة انها تستضيف انجح نسخة للمونديا على فكرة دي مش وجهة نظر انا دي تصرحات معظم المرأبين وعلى رأسهم جياني انفنتينو رئيس الفيفا بكرة انظار العالم كله هتتجه لملعب البيت عشان تتابع مباراة الافتتاح بين قطر والاكوادور دانيالي ارساتو الحكم الايطالي ده بيظهر في اليوم الاول للمونديال لاول مرة بعد رينالدو بارالاسينا اللي حكم مصر والمجر في مونديال 34 تخيل من سنة 34 لما نتكلم على مباراة الافتتاح في جزئية ممكن تبشرنا ممكن تدينا امل كعرب في المنتخب القطري او منتخب العناب لانه المنتخب صاحب الارض عمره مخسر في المباراة الاولى في كاس العالم والتاريخ بيقول لنا انه منتخب البلد المستضيف فاس كم مرة خمس مرات وتعادل كم مرة تلت مرات مخسرش ولا مرة صحيح ان احنا كمصريين ومش كمصريين بس والله كعرب وناس كتير جدا زعلين منتخبنا متأهلش النهايات خصوصا بعد العرض الرائع مبارح امام بلجيكا والفوز 2-1 المنتخب المصنف اوروبيا رخم واحد والمصنف رخم اتنين على العالم لما لعبناهم في الكويت وكسبنا لكن بالتأكيد هنتابع البطولة هتشجعوا من يا ولاد هنشجع تونس ومين والمغرب ومين والسعودية ومين وقطر بس لا قلوبنا هتكون مع الكاميرون مع غانا مع السنغال المنتخبات العربية والافريقية هي شغلنا الشاغل في الاول تعالوا نسيب مباراة اللي افتاح ونتكلم شوية عن البطولة والترشحات كل الترشحات بتقول يا اما برازيل يا اما ارجنتين لكن من امتى الترشحات بتصدق صحيح فيه ناس قالت فرنسا حمر اللقب وناس قالوا المانيا وناس قالوا هولندا وناس قالوا بالجيكا لكن زي ما بقولك الترشحات شيء والواقع على ارض الملعب ممكن يكون حاجة تانية خالص وان كنت ناسي افكرك منتخب فرنسا بطل منديال 98 طلع من الضر الاول في كوريا والليبان 2002 منتخب المانيا بطل نسخت 2014 اللي كسب البرازيل سبع على ارضها جي في المركز الرابع والاخير في مجموعته في الدور الاول سنة 2018 حد كان يصدق ان منتخب كوستاريكا يتأهل للدور التاني في 2014 على حساب ايطاليا وانجلترا او ان منتخب اسبانيا اللي دايما مرشح ممكن يفشل في تجاوز الدور الاول في نفس البطولة وهو حامل اللقب بتاع 2010 يا راجل يا راجل ده حتى ابو العرفين في الدنيا ما كانش يجرؤ ويقول ان منتخب كرواتيا ممكن يتأهل لانهائي منديال 2018 هي كده الكورة هي دي حلوتها اللغة رتماتها الغازها فوزيرها يعني فخلينا الناس تتوقع واحنا نتوقع لكن كل التوقعات حاجة وعلى ارض الملعب حاجة تانية خلاص زي ما بقول لكم ساعات وندخل في الجد شهر تقريبا ان شاء الله على مدار الشهر ده هيكون في طارنا وغدانا وعشانا مونديال ومعانا هنا في ملعب اون او من خلال باقي برامج اون تايم سبيرس الحقيقة اللي عملالكو تغطية رائعة رائعة صحيح ما عناش الحقوق لكن معانا العقل ومعانا المخ ومعانا الافكار ومعانا اللقطات ومعانا التخطية اللي موجودة من زملائنا اللي موجودين هناك هتتبعوا البطولة بشكل جديد بشكل مختلف هننقلكوا دبت النملة من كل الملعب من خلال زملائنا الاعزاء المتواجدين هناك وكل سنة وكل منديال يا رب وانتوا بخير وبصحة وبسعادة دي مقدمة كلا بود منها عن المنديال وعن الاستعداد والاستفتاء بتاعنا كمان النهاردة كله مندياليته كله في المنديال يا باشا رايح فين المنديال جاي من اين من المنديال من النهاردة او من بكرة من صفرة البداية لحد صفرة الختام حتى يوم عشرين ديسمبر ويا رب يا رب يكون في منتخب عربي في السيم فاينال او منتخب افريقي يا رب ان شاء الله كلنا نتمنى هذا الامر الاستفتاء بتاعنا كمان حضراتكم مين اللي هيتقاهل من كل مجموعة لدورة 16 بكاس العالم وكل فقرة حقول لكم بعضا من توقعاتكم عندكم التواصل عبر الفيسبوك قدام حضراتكم وعلى الشاشة ابعتونا ومستنيين رسائلكو عشان نقول النهاردة كل الرسائل الحلقة النهاردة بتاعتكم الضيوف هم حضراتكم والتقارير كتيرة جدا والاتصالات كتيرة جدا واللقاءات كتيرة جدا وتخطية النجوم وتخطية المؤتمرات هتشوفوا النهاردة نجوم كبيرة جدا وانا بتكلم من خلال الحلقة هتشوفوا اتصالات وحتشوفوا تخطية وحتشوفوا تقارير كتيرة جدا ان شاء الله باذن الله تستمتعوا بيها باذن الله شكرا